أهلا بكم تحت جنح الظلام وبلا حس تسلل محمد بن سلمان كالنصوص على أطراف أصابعه إلى تونس كي لا ينتبه له الشعب الذي كان له بالمرصاد زيارته إلى تونس لم تتجاوز قاعة التشريفات في المطار فلم تكت طائرته طهبط حتى حلقت من جديد وكأنه جاء لحفظ ماء الوجه فقط أمام شعوب عربية نبذته هذه بعض من مواقف النشطاء تعليقا على زيارة ابن سلمان المرفوضة أصلا من الشعوب الحرة لكن قبل أن نعرض المزيد من التغريدات نستمع معا إلى ما قاله الباحث كما للعيف عن نظرة الحكام العرب إلى شعوبهم من خلال فيديو يتداوله الناشطون عبر تويتر الدكتاتور يهم موقف الدكتاتور الذي مثله أو رئيس الجمهورية الأخرى هل استشار بن سلمان الشعب التونسي حتى يأتي؟ هل استشار الحاكم التونسي الشعب التونسي حتى لا أتي؟ لا إذن الدكتاتوري لا يهمه موقف الشعوب إلا أن تونس أكدت أن كلمة الأحرار ستبقى هي الأقوى وأن الشعوب العربية يقضى وليست كما روج عنها أنها مخدرة شوارع تونس خالية من الزينة التي ترافق زيارات الرؤساء والزعماء عادة هكذا علقت الناشطة السومية مضيفة ما من مظهر احتفاء واحد بابن سلمان وكأنه يأتي خلصة ويستقبل مصارقة من اليمن شكرا لأحرار تونس هاشتاج اشتعل على تويتر بعد مغادرة ابن سلمان أرضى تونس الناشط ناصر الدين غرد لقد وضع الأحرار في تونس والجزائر وموريتانيا ومصر حدا للصمت العربي ليس فقط على العدوان على اليمن بل على موجة التطبيع المخزية وعلى صفقة القرن الإجرامية هذا قتل أبي وأمي وأختي وأبناء وطني صورة معبرة ومؤثرة عرضها الناشط أبو إبراهيم معلقا من اليمن شكرا لأحرار تونس والجزائر ولكل الأحرار في العالم ممن يقفون مع مظلومية الشعب اليمني أما أيوب من المغرب فقد غرد أحرار ثورة الياسمين يعطون الدرس لأبو منشار وضربة القاضية ستكون من بلد الشهداء الجزائر الغالية والشقيقة صبر ونصر كتب من جهته شكرا لتونس وشعبها من جديد تونس الخضراء تعيد بوصلة العرب إلى جادة الصواب اليمن وفلسطين